إن كنت ترعى أو تتنزه فاعلم أنك هدف لقناص حوثي يتربص بك وتلك قصة الطفلة صفا صادق وسط مدينة تعز ما من حركة تستطيع القيام بها صفا أكثر من هذه حيث تعرضت لرصاص قناص من جبل الوعش في محيط المدينة ليلقي بها إلى زاوية في مستشفى فقير صفا الأن بحالة احتمال قالوا 25% ذاولة 75% شلال بعد ثمان سنوات من عمرها أصبحت الطفلة مهددة بالشلال لتكون سادس فرد من الأسرة والجيران في حي عصيفرة تعرضوا للقنص فبعضهم رحلوا وآخرون ما يزالون يحملون جراحاتهم علامات لجرائم الميليشيات على أهالي هذه المنطقة نخرج مسابلة مخاطرة على الله قامت قهل من بيتي قام ستة بعدين اثنين أربع موت فسعبا وعلى وقع المواجهات التي تضطرم في ضواحي تعز يجد عناصر الميليشية أنفسهم أمام خيارات يكون الأطفال والنساء أبرزها فلا رصاصة في الحرب إلا وتختار ضحيتها بعناية تحول الأطفال في هذه المحافظة إلى أهداف للقناصة أصبح ملفت إذ يتزايد عددهم يوما بعد آخر في الفترة ما بين العام 2015 و2017 سقط العشرات من الأطفال والشباب وحتى النساء برصاص مسلحين جرى استهدافهم عن قصد فانعدام الأمن في ضواحي المدينة هو الشيء الواضح بل وأصبحت حياة الكثيرين هناك عرضة للخطر في ظل استمرار تطويق الميليشيات الإنقلابية للمدينة ترجمة نانسي قنقر